لطيفة نظمي اتولدت 6 ديسمبر 1898 في دومياط وابوها كان بيشتغل صياد تركت دومياط واجت للقاهرة لتبحث عن فرصة عمل واتجدمت لوظيفة ممثلة بفرجة الفنان عزيز عيد المسرحية وبدأت لطيفة مشورة الفني في منتصف العشرينيات من الكرن الماضي حينما شركت في مصرحية علي بابا سنة 1926 مع حسين عصر ثم شركت في مصرحيات علي الكسار جبل ما تجاب للفنان يوسف واهبي وتشتغل في مصرحه اما اول عمل سينمائي لها فكان من خلال دور سنائي اسندوا اليها علي الكسار في فيلم غفير الدرك سنة 1936 من اخراج طغو مزراحي وجدمت مجموعة من الافلام التي قدت فيها ادوار مساعدة مثل الخدامة والزوجة من ابرز افلامها فيلم غفير الدرك عريس من اسطنبول سنة 1941 ورحلت عن علامنا في 22 فبراير 1945 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر